إلى ذلك أكد صندوق النقد الدولي أنه من المرجح أن يشهد الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى تراجعاً كبيراً في النمو هذا العام نتيجة فيروس كورونا وأضاف أن هناك عشرات دول في المنطقة تواصلت مع الصندوق طلباً للدعم المالي لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد وأشار إلى أن التحدي الذي يمثله تفشي الفيروس سيكون جسيماً بشكل خاص بالنسبة للشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى الهشة ودول التي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن